موسيقى الساعة الخير أهلا بحضركم معنا معاكم في ميناء قاهرة وكالمعتاد بيكون فيه نشرة إخبارية نبتديها في البداية وبنتناول بالمتابعة والتحليل السريع أهم المستجدات الموجودة على مختلف الساحات أبرزها بالتأكيد ساحتنا المصرية بالإضافة أيضا إلى وقفات حوارية بتتواصل مع حضراتكم على مدار البرنامج حتى منتصف ليلة القاهرة النهاردة هيكون عندنا وقفتين حواريتين الأولى الحقيقة لها بعد اقتصادي والتانية لها بعد أمني وبتأكيد الاتنين مش بمنأة عن بعض لأنهما الاتنين ربما يكونوا بشكل كبير جدا وجهين في إطار وجوه أخرى لعملة واحدة لأن في النهاية الحلم والأمل أن يتم عليك كل المشكلات اللي بتعوق عجلة التنمية في مصر على الأسعادة كافة الموضوع الأول عن المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر والمتوسطة هنتكلم عنها بشكل أوفى هنتكلم أيضا عن المؤسسات المعانية بتنمية هذه المشروعات إيه مدى احتواءها لمشكلة البطالة توفرها لفرص عمل إقبال الشباب من الأساس على هذه النوعية من المشروعات المخصصات المالية اللي بتوجه ليها وإلى أي مدى بتتجه بالفعل إلى المنافذ الأولى بتقديم الدعم لها في إطار تفعيل دور الشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية في المجتمع المصري بصفة أعمى موضوعنا التاني حنصلت الضوء من خلاله على تحدي الأكبر التحديات الأمنية المواجهة الأمنية والمواجهة الفكرية للإرهاب اللي يجب أنهم يسيروا كلهم فيه مصاره حتى يتحق الحلم في أننا نقضي تماما على الإرهاب بالتأكيد فيه جهد مشكور يجب تحدث عنه مبذول فيه سيناء بنشوف للأسف تبقى هذه الموجات الإرهابية تزهق أرواح لكنها بالتأكيد لا تنال من عزمنا كشعب كقوات كفيلة بإنفاذ القانون كقيادة مصرية رشدة بتسعى أنها تحقق تطلعاتنا في مختلف المجالات كلامنا الحقيقة على خلفية اجتماع مجل استفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتأكيد تم من خلاله يقوف عند أهم المحاور وأهم الأولويات في هذه المرحلة ارتقاء إلى مواجهة هذه التحديات المتعظمة خاصة الأمنية اللي بتواجه مصر في المرحلة الرهنة قراءة حليلية للمشهد الأمني وأيضا للمشهد الاقتصادي بنظر إلى أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر لأنها بالتأكيد مهمة جدا في استيعاب كثير من المشكلات اللي بيعاني منها شبابنا واللي بيعاني منها محدود داخل في الوقت الرهنة نبقى مع حضراتكم بالتأكيد بنرحب بمشاهدين اللي بينضموا إلينا على الفضائية المصرية المواجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحنبتزي مع حضراتكم جولتنا الإخبارية اللي حنبدأها بما أثير عنه الحديث وتتعالى الأصوات فيه في الفترة الأخيرة على خلفية تنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة رئيس دونالد ترامب وتابعنا على الهواء مباشرة من يومين تقريبا مراسم هذا التنصيب بتأكيد في تعاويلات على التوابهات الأمريكية في هذه المرحلة تجاه القضايا الشرقية أوسطية وبنخص بالذكر بالتأكيد الأفاق الأرحب اللي بيعاول عليها اللي تكون عليها العلاقات المصرية الأمريكية رئيس السيسي يعرب لترامب هاتفيا عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة الجديدة والمرحلة القادمة هذه العلاقات الوثيقة في مختلف المجالات بين القاهرة وواشنطن وأن يكون فيه دفعة جديدة لهذه العلاقات وأيضا للجهد المبذول في مجال مكافحة الإرهاب لأن بالتأكيد فيه توافق بشكل جديد جدا فيه وجهات النظر بين القيادتين المصرية والأمريكية الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما يحذر من هذه الهجمات الشرسة للإرهاب وأهمية أن يكون فيه مواجهة دولية لهذا الإرهاب اللي استشرى فيه الفترة الأخيرة ولا يوجد دولة على مستوى العالم بمنأة عن هذا الإرهاب الآثم وبالتأكيد ده حيكون فيه صدر أي مباحثات مرتقبة بين رئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب فكرة مكافحة الإرهاب وفيه إشادة من قبل الرئيس الأمريكي الجديد بالجهود المصرية المقدرة التي تبذل على هذا الصعيد معنا للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع حول هذا الأفق الأرحب الذي مشير إليه للعلاقات المصرية الأمريكية في القريب العاجل بإذن الله الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جديدة بشهود أهلا بحركة أستاذ عماد أهلا بحركة أهلا بحضرت طبعا الحديث يا طول عن إيه التوجهات المصرية والأمريكية إذا العلاقات المستقبلية بين البلدين وإيه اللي حيعملوا كلا الطرفين حتى نصل إلى المنشود في حجمه وأفق هذه العلاقات أهم النقطة اللي يجب أن أتوقف عندها في هذه المرحلة مع تنصيب رئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة طبعا الأول الافتصال النهاردة هو الافتصال مهم يعني الأوائل الرؤساء اللي افتصل بيه الرئيس الأمريكي هو الرئيس البيت ولا ننسى أن الرئيس البيت كان أول من هنى ترامب رصود المتوقع أن يمكن فيه تلاقي المصالح للدولتين في مراسل مفرحة الإرهاب ومراسل مهم مرغاية ومن النهاردة ده كان جزء من الافتصال الهاتفي وتفقى لما قرأته في بيان أو البيان للطادر عن الرئيسة ومحدث الرئيس البيت على يوسف فإن الرئيس الأمريكي قدر دور مصر وجهدها في مقافحة الأمريكي ده نمر واحد في المستقبل القريب أنا أظن أنه يكون جزء أساسي في علاقات البلدين تفقى لما سمعناه وقرأنا وبطبيعة الحال أنه الإدارة السابقة كانت لا يخفى على حد أن العلاقات كانت بينها وبين مصر العلاقات المتواصرة بالغاية علاقات يشوفها الكثير من الخلق يعني فيه شقوق متبادلة نندقل هناك كينيا بين إدارتين الحكم في البلدين وبالتالي ظن الشخصي أن هناك محلة جديدة بدأت بالفعل مع وصول سراب لكن علينا أن نكون واقعين ونحن نتعامل مع هذا المرسل يعني السياسة لا تعرف العواطف ولا تعرف المشاعر ولا السمنيات علينا أن نحسب الأمور حسابا جيدا إذا كنا سوف هناك تلاقي في مثالة الإرهاب ومقاشحة الإرهاب وده شيء مهم لكن هناك أيضا نفقاتنا سمنى أن يتم التحاصل لها من الآن وستتعلق فيه الموقف إدارة سرامب من إسرائيل دعم مطلق مسألة نقل استفارة الأمريكية من تل قبيب إلى القدس بالتأكيد بالضبط نقل هذا موضوع حساس ورأينا السفيرة الذي رتيحة ودارة سرامب لكي يكون سفيرة لأمريكا في إسرائيل ديفيد بريدمان الرجل أخذ قرارا بالنفس قال أنني سأعيش في القدس ولا نعمل من تل قبيب وهو يعني يزايد على يعني كانت نظرية تصفحات يستعجف فيها من عدم ضم إسرائيل للقطرة الاستيطانية في الضفة الجربية هل العلاقات المشتركة يعني توحد المواقف تجاه قضايا معينة لو لم يحدث بالقدر المطلوب هل ده بدوره يعوق التعاون الثنائي يعني الحقيقة ده سؤال بيطرح نفسه في كتير من العلاقات مش بس العلاقات المصرية الأمريكية العلاقات في السياسة هي علاقات مصارف من المنكر أنا أتفق مع دولة يعني أتفق مع دولة في منافس معين ونختلف كيف يمكن تعظيم المصالح وتخليل الخسائر هذا جزء من اللعبة في السياسة وهذا لا ينطلق فقط على الملايسة المتحدة لكن أنا أخشى أنه وصف الترحيب بصعود ترامب وهميته في ورؤيته في طرحة الإرهاب لكن علينا أن نحن نعوذ بالن من جزء المتعلق بالخص من جزء المتعلق من صورة المسلمين بعض مساعدي خلصة يعني يفهم كلاما خطيرا فلن عندما قال أن المسكرة في الإسلام نفسه وليس فقط فيها المتطبفين وقال أن الإسلام يحمل إيديولوجية عنف وهذا كلام في متاع فطورة حتى لو كان لن يصبخ لكن الكلام الذي نسب وقاله ترامب ومساعدين في المتحيز مثلا الكلام حول طرد المسلمين صحيح أنه كان جزء منهم متعلق بالاستهلاك حملات عالمية حملات أثناء حملات التكامية لكن كما جاهدنا من كوارث في إدارة المحافظين الجدد في الحجم الجمهورة أثناء أبوش الابن نتمنى على تكرر المشهد المشكلة الأكبر هي أن العرب في أضعف خلالات المدان وبالتالي ستكون الإسرائيل هي الأكثر اتفادة من هذه الإدارة مرة أخرى علينا أن نعمل بوضوح كيف يمكننا أن نستفيد أفضل قدر ممكن من ثلاثة ألف مثل مكافحة وتخصيل الخسار في المنصفات أخرى خصوصا فيما يتعلق بمستقبل المنطقة والنظرة نظرة الصفقات التي ينظر مهت رب إلى المنطقة حينما صار هي مؤسف جدا يعود التحالف الأمريكي الإسرائيلي من جديد بعدما ابتدى يكون في بعض المؤشرات من خلال عدم استخدام الولايات المتحدة لأول مرة الفيتو ضد الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في جملة أخيرة بعد أذنك النوطة الخسيرة أوباما لم يكن ضد إسرائيل أوباما في آخر أيامه فعل هذا وهذا الشيء حصل طبعا لكن لأسف الشديد لماذا لم أفعله وقبل ذلك سؤال يعني كان قال لنا كلام الضريف في جامعة القاهرة لكنه طوال ثمان سنوات لم يفعل شيء على أرض الواقع وبالتالي علينا أن نتحدث أو نقيم بالتقييم على أرض الواقع وليس فقط بالشعرات بشكر حريك شكرا جزيلا أستاذ عماد ديني عسين رئيس تحرير جريدة الشروق اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع لواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقام اللواء الجندي بتقديم تقرير مفصل لسيادة رئيس عن دور ومهام الجهاز في جمع ومعالجة ونشر البيانات والأنشطة التي يقوم بها خاصة بعد الإجراءات التنفيذية للتعداد العام للسكان لعام 2017 بكل ما يحتوي ويجتمل عليه معنا عبر الهاتف رئيس الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء سعادة ألواء أبو بكر الجندي مساء الخير يفان أهلا مساء خير بحضرتك أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك بالتأكيد يعني مهام مهمة جدا منوط بها الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء لمواجهة حتى التحديات الحالية والمعطيات الموجودة وده خلينا نتساءل عن الجهد المبذول حاليا لتطوير أداء هذا الجهاز وتوفير الأليات والأدوات الكفيلة بأنه يحقق الأمال المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بمعالجة ونشر البيانات البيانات لأن الحقيقة عنده مهام كتير رصد المباني ومكوناتها من وحدات سكانية وغير السكانية استعداداً لتعداد العام للسكان لعام 2017 الحقيقة كان فخامة الرئيس النهاردة يتابع إجراءات الاستعداد للتعداد ووجه رسائل مهمة وجه رسائل مهمة لستاذ المحافظين وشكرهم على مقامه من جهد حتى الآن في الاستعداد لهذا التعداد وجه رسالة شكر للعملين في التعداد والمتطوعين بهذا العمل القومي المهم لأن احنا بشتغل بردعين ألف متطوع من شباب المصر الواعد إن شاء الله اللي بيساعدونا في تنفيذ هذا التعداد راجع لكل الاتعدادات اللازمة لأن احنا بدأنا الأعمال الميدانية لهذا التعداد في مرحلة حزب وتعليم أو ترقيم المباني والبلوكات هذا الأسبوع وإن شاء الله في بداية 1 فبراير سأتم بذك جمع بيانات مباني نعم من كافة محافظات الجمهورية بـ 25 ألف مجتمع بتأكيد في مجال العمل الروتين والبريقراطية عدوان لدودان وبيقال يعني كثير من القيادات وكبار المسؤولين منهم الحقيقة رئيس مجلس النواب دكتور علي عبدالعال إن النظام الإلكتروني في الإدارة بيخذي بشكل كبير على هذا الروتين لو حنتكلم عن استخدام المنظومة الإلكترونية أكيد فيه تهيئة للعاملين بالجهاز المركز التعبئة والإحصاء لاستخدام هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة وتوفير الجهد والنفقات وما إلى ذلك الجهود التدريبية والتفقيفية لهم حتى يكونوا قدر هذه التطلعات الجهاز الحقيقة فيه قطاع إحصاء سكاني وقطاع إحصاء اجتماعي وقطاع إحصاء سكاني واجتماعي وقطاع إحصاء اقتصادي وقطاع تكنولوجيا معلومات أول جهاز حاسب في مصر كان في الجهاز المركزي للتعباء ودعا في منتصف الستينات نحن مرتبطون بالتكنولوجيا في ارتباس وثيق العمل الإحصائي بدون التكنولوجيا لا يمكن أن يتم سواء الهاردوير أو السوفتوير ودي أدواتنا في العمل مش يعني التكنولوجيا عند الناس تانية غير الجهاز تبقى معامل المساعد لكن احنا عندنا دي أساس العمل وزي ما قلت لحضرتك أن أول أجهزة دخل الكمبيوتر دخل مصر كان من أوائل الأجهزة أو الأماكن بجاهة هذه الجهزة كانوا الأجهزة الواحد بينهم كان قد الكعبة فلاك أنت تخيالي وكانوا المصريين يجوا يحجوا للجهاز عشان يتفرجوا على هذه الأجهزة العجيبة اللي دخل المصر في هذا التوقيص ده 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 وجاري تنفيزه هو أكبر مشروع للتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط في العشر سنوات السابق على الإصلاف ما يبقى عندنا أربعين ألف مشتغل في الميدان يرسلوا بيانات في نفس الوقت لديتا سنتر واحد فده شيء ما حصلش إلا في مصر ولا في الدول المحيطة ولا في منطقتنا في العشر سنوات السابق فإحنا بنعمل عمل غير مسبوخ وأجهزة في الدولة بالكامل تعاون أستاذ المحافظين تعاونوا في إعداد مقار تدريب الناس 25 ألف دول اتدربوا في 400 مقار في الجمهورية أستاذ المحافظين تعدون في إعداد هؤلاء في اختيار وتدريب هؤلاء العاملين لإزدان هيدنهم يعملوا في هذا المشروع لنهاية شهر 5 القادم بالتوفيق إن شاء الله وبشكر حريك شكرا جزيلا سعدة لواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر رئيس الوزراء مهندس شريف إسماعيل قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المختصين وبعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع وداخلية والشؤون القانونية ومجلس النواب والعدل يكون مقرها وزارة الخارجية تضم اللجنة ممثلين عن وزارات القوى العاملة والتضامن والتمية المحلية والتخطيط والتعاون والشباب ورياضة والنيابة العامة والمخابرات العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وبالتأكيد هذه اللجنة منوط بها تطوير الآليات الكفيلة بالتصدي لمثل هذه أظواهر السلبية وعلى رأسها ما أسلفنا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر زيارة وفد البرلمان الكندي إلى مصر وتبادل الزيارات بين وفداء البلدين بالتأكيد يدفع قدما بالحراك المطلوب لدعم العلاقات المصرية الكندية المشتركة استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من البرلمان الكندي الذي أكد أن مصر دعامة رئيسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد في بداية اللقاء على اهتمام مصر بدفع العلاقات المصرية الكندية لسيامة في المجال الاقتصادي وفي مجال الاستثمار وأشار إلى أن كندا دولة لها ثقل بالتأكيد كبير على المصرح الدولي وتحتضن أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الخارج وده بالإضافة إلى دورها التاريخي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة حرس وزير الخارجية على استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر والتحديات المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة العربية والشرق أوسطية كما استعرض الرؤية المصرية تجاه الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن وجه وزير الداخلية الواق مجدي عبدالغفار بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية التي يتلقونها وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على الإنتاج إيجاد فرص عمل للكذب الحلال في مختلف المجالات تأكيدا على مبادئ اللي أستستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان من أجل إصلاح مسار هذه الفئة التي ضلت طريق حتى تعود في أصالحها وبناء في المجتمع لاستفادة منها كأفراد منتجة بعد أن عجزهم طريق الجريمة والانحراف أن يلعبوا دورهم المنوط بهم في المجتمع المصري للبناء والتامية التوقف مع ما فيه جعبة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر بالبرلمان ومن خلال ما نقشته من تقرير النصف سنوي لأداء الحكومة والأفاق التي تتطلع إليها والدور اللي بتقوم به أيضا المنظمات أو الكيانات العاملة من أجل تنمية هذه المشروعات بتأكيد يرتقب ويعاول أنها توفر فرص عمل وتحتوي بشكل أو بآخر مشكلة البطالة الطاحنة اللي بنعاني منها في مصر ألقاكم بعض الفاصل وهذا الموضوع وقراءة تحليلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة دولة المصرية حريصة على أنها تسير على جبهتين جبهة مواجهة الإرهاب وجبهة المضي قدما في التمية والبناء والإصلاح ارتقاءا إلى الدولة المصرية الحديثة بكل مكوناتها اللي كلنا نتطلع إليها ولا يستقيم الحديث عن أي بناء اقتصادي عن توفير فرص عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة زي ما لسا كنت نتكلم عن حضراتكم في دولة مهددة وبالتأكيد ما نشهده من حراك في المواجهة الأمنية في الفترة الأخيرة يستحق المتابعة يستحق التقدير يستحق أيضا ما يزهق من أرواح بريئة سواء لمدنيين أو لقواتنا المسلحة البسيلة أو لقوات الشرطة البسيلة أيضا من أجل مواجهة هذا الإرهاب الغاشم الإرهاب ليس مواجهته ليس بالحرب السهلة ولكن إن شاء الله النصر حيكون في النهاية لمصر على هذا الإرهاب الغادر فيه بالتأكيد نقاط أيضا نتوقف عندها فيه ما أفرزه اجتماع مجلس الدفاع الوطني اللي اترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية القوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية وبالتأكيد تم خلال هذا الاجتماع استعراض مستجدات الموقف وأولويات التحرك في هذه المرحلة حتى نكون قدر هذه التحديات الأمنية المتعظمة التي تواجه مصر في المرحلة الرهنة قراءة للمشهد الأمني ما يجب أن يكون علي التعاطي المصري مع الإرهاب في الفترة القادمة للواقع الحالي والمستقبل إن شاء الله قريبا جدا تكون مصر خالية بنسبة 100% من هذا الإرهاب بواجهة تحية لضيفي في هذا اللقاء سعادة الواء دكتور أحمد عبد الحليم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر أهلا بحراج أهلا بيك يا فرد طبعا يعني إحنا يمكن لما بنتكلم بنقول مشاعرنا يبقى الموضوع شوية بعيد عن التخصص يعني أو بعيد عن التجربة الفعلية لكن وعن الواقع اللي إحنا بنعيشه حاليا وأنتم بالتأكيد أقرب إلى دراسة هذا الواقع وقرائته بشكل أفضل والمسؤولين عن إدارة الأمور بالتأكيد بيكون عندهم نظرة ربما استباقية أيضا لمواجهة هذا الإرهاب لأن يجب أن تكون قدر التطور للأسف اللي أصبح يتحلى به هذا الإرهاب سواء فيه التطور النوعي يعني أو فيه الهدف الأكبر للأسف اللي هما بيتطلعوا إليه وهو إن شاء الله لن يتحقق أبدا وهو يعني ضرب قواعد الدولة المصر لو حنتكلم سيدة الواقع عن سير العملية الأمنية والعسكرية لتصادي الإرهاب والقضاء عليه وقرأت حضرتك لها خاصة في نتكلم الأول الإرهاب جزاي طبعا تفضل لأن ده فيه عنصرين عنصر خارجي وعنصر داخلي العنصر الخارجي حينما قررت بعض الدول الكبرى أن تقوم بعمليات هدم للمنطقة فشفنا اللي حصل في لبنان شفنا اللي حصل في سوريا شفنا اللي حصل في العراء شفنا في ليبيا إلى اليمن إلى آخره كل هذا الكلام أدى إلى مجموعة من الانهيارات هذه الانهيارات أدت أيضا إلى الاستعانة ببعض الجماعات الإرهابية يعني داعش مين اللي عمل داعش ما هي الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عملتها أصلا وبالتالي هي ما عملت داعش وحربتها بعد كده حربتها مش لأنها داعش لأنها توسعت عما كان يفترض أن تكون عليه فده نأخذ بالنا من حيث تدي عمليات انهيار المنطقة سهلت وجود الإرهابيين وإلى أخر نأخذ بقى ما يخص مصر ومصر حنبتديها من الآخر وعن نبتدي من الأول من الآخر حينما اختيل هشام بركات المدعي العام المصري وكان حصل بعد كده حاجة في سيناء خاصة بالإرهاب وذهب الرئيس السيسي إلى سيناء وسئل هل استطاعت القوات المسلحة المصرية أو الدولة المصرية السيطرة على جماعات الإرهاب قال إلى حد كبير ولكن في أمرين ناخد بالنا منهم ما زال هناك دعم خارجي من دول أجنبية كبيرة والأمر الثاني اللي هو أو فواعل غير الدولة اللي هي الجماعات الإرهابية الدولية اللي موجودة في عواصم الدول الأوروبي فالاثنين دول ما زالوا موجودين وبالتالي هناك إمداد مستمر بالعمليات الإرهابية اللي بنشوفها مصر وخارج مصر نيجي بقى الحتة تانية خاصة بمصر نفسها وقت محمد مرسي محمد مرسي عمل فيه ثلاث حاجات ناخد بالنا منه واحد إنه هو فتح الحدود بيننا وبين غزة ودخل من هذه الحدود في ذلك الوقت أعداد كبيرة جدا من الإرهابيين ومن الأسلحة ومن المخدرات وإلى أكرو وانتشروا في سينة ودخلوا على مصر نفسها ودخلوا على المحافظات فدي أول حاجة حاجة تانية فتح الحدود الغربية أيضا فدخل منها برضو مجموعة من الجماعات الإرهابية داخل مصر الأمر التالت والأكثر خطورة إنه فتح السجون وخرج من السجون كل الإرهابيين الذين كانوا موجودين هناك بيؤدوا الأحكام المقاعة لهم فكأن مصر في هذه الفترة انتشر فيها إضافة طبعا اللي قلت عليها بلكده اللي هو رغبة الدولة الخارجية في إحداث بلبلة في المنطقة وتقسيم من المنطقة وإلى آخره لإعادة ترسمها مرة أخرى إضافة لكل هذا الكلام بقت مصر فيها الكلام ده كله حاجة تانية جمال ناخد بنا منها في أحكي لك حاجة حصلت معايا ونتائجها إيه في 17 نوفمبر 2009 كان فيه مؤتمر موجود في روما في ملش في روما في برلين بتأسف وكان داعي له حلف الأطلنطي وحلف الأطلنطي دعانا في هذا اللقاء حلف اللقاء غير رسمي وأنا مش رسمي أنا رجل مدني يعني فدعانا في هذا اللقاء عشان يقول لنا أنه هو حيعمل جماعة يعني عايز يعمل قيادة جديدة تدبع حلف الأطلنطي عشان يحطف أفريقيا اللي هي الأفركام أو القيادة الأفريقية في وسط هذا الكلام طلبوا مني أنا كنت مصري الوحيد الموجود أننا أبلغ السلطات في مصر أنه والله لماذا لا تقوم القوات المسلحة المصرية بالدخول في ليبيا والسيطرة عليها وإلى آخره ولماذا لا تتحول برسمة تروح إلى قاعدة جوية عسكرية لدعم هذه العملات العسكرية فطبعا أنا قلتهم لا ومن زلنا مصر برضو كان الدولة رفضة هذا الموضوع لكن بعد ما حصل في الربيع العربي ما حصل ودخل على الإيبيا الأطلنطي دخل في بني غازي دخل وخرج وسب أسلحة فكل الأسلحة اللي سبها في بني غازي عدت من الحدود ودخلت على الصحراء الغربية وعلى سينة وعلى المحافظات وإلى آخره ولذلك حضرتك النهاردة بما تشوف المقامة بتحصل تجدي أن الجيش الثاني والثالث متولين أمر سينة تجدي أن المنطقة الغربية متولية أمر حدود الغربية مع ليبيا تجدي أن وزارة الداخلية بتتولى العملية دي داخل المحافظات المصرية وكل يوم أديك شايف حضرتك في الأخبار طبعا الناس إرهابيين بيتمسكوا وأسلحة بتتمسك والحقيقة إفادت حضرتك ست الوقت مهمة جدا في الجزئية دي لأن هي بتعرفنا إيه اللي وصلنا لكده يعني إيه اللي قودة بينا لحال الإرهاب اللي حصل عشان أحربه لازم أعرف أصوله صحيح أعرف عدوك لازم أعرف الواقع عشان أعرف زي طبعا مسمح لي أرجع كلامنا اللي عندنا محاور كتير جدا نتكلم فيها حين بعد متابعة موجز أخبار الساعة مع زميلة أمالنا تطور النوعي في العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة أهمية أن ترقى المواجهة أيضا إلى هذا التطور ربما تغير في بعض الاستراتيجيات أو الفكر الإرهابي نفسه طريقة استهداف الأهداف اللي بيضعوها نصف عينهم لأحداث قلاقل في مصر وكتير الحقيقة من المحاور وثيقة الصلة من خلال حدثنا المتواصل مع سعادة الواء دكتور أحمد عبد الحليم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية نصر دكتور أحمد كنا لسا بنتكلم أثناء الفصل الإخباري عن طبعا تكفيف منابع التمويل الإرهاب دي جزئية مهمة جدا جزئية أخرى مهمة فكرة أن الإرهاب ببتدى التطور التقني نفسه أو ربما ساعات بنشوف عبوات تنفجر عن ضعب ببتدنا نشوف ربما عمليات انتحارية زي ما شفنا في حدث الكنيسة البطرسية الاستهداف ليس فقط الآن للشخصيات مهمة أكيد موجودة على قائمة الأهداف بنشوف كمان قوات إنفاذ القانون من خلال الأعمال اللي بتحصل فيه سيناء استهداف المدنيين بالإشارة إلى حدث الكنيسة حارك بتشوف يعني إيه الوضع يعني هل هم فعلا مدركين للي بيعملوه أم أنهم في حالة يائسة بائسة في هذه المرحلة تنتهي في القريب إن شاء الله بالفضاء عليهم أولا جدال إن الإرهاب طبيعته اتغيرت وأدواته أيضا اتغيرت وزي ما قلت لحضرتك أن هناك أطراف خارجية بتعمل على إحداث هذه العملية الطرف الخارجي بيقوم بتلت حاجات رئيسية ناخد بالنا منه ودول السيطرة عليهم مش هتيجي إلا بالكلام اللي قالوا ترامب النهاردة للرئيس السيسي في الحوارة اللي هما تكلموا فيه لما تكلموا عن إرهاب وكيف يصد وإيقامة حائط صد وإي لآخره من هذا الكلام فالجماعات الدولية للإرهاب بتعمل ثلاث حاجات داخل الدولة أو داخل المنطقة اللي فيها العملية واحد بتنقي الخلية النائمة اللي هي موجودة عتنفذ عملية وبعد 2011 تم تغيير في التركيب التنظيمي للجماعات الإرهابية بقيت التركيب من سميعه عنقودي بمعنى أن يكون هناك مجموعة كبيرة من الخلايا ليس لها ثقة علاقة ببعضها ولكن اللي بيحركهم كلهم من الخارج هو الرئيس الذي يحرك هذا الكلام فكأن الرئاسة الخارجية الدولية بتقوم بتحريك الخلية اللي هي عايزة تحركها بتمدها بالسلاح اللازم بتمدها بالمعدات والأدوات اللازمة عشان تنفذ هذه العملية وبالتالي أصبح هناك ضرورة أن يكون هناك نوع من التفاهمات الدولية بين الدولة ودول أخرى حتى يمكن إقامة ما أطلق لي أنا حائط صد لي الجماعات الإرهابية طبعا الكلام ما فيش حاجة 100% حتحصل لكن يعني أقرب حاجة نعملها عشان هذا الموضوع المسألة الواضح في هذه العملية قصة الفرنسواء هناك الرئيس الفرنسي لما قبل الرئيس السيسي في العزل الملك عبد الله الله يرحمه في السعودية والسيسي قال له أن هناك احتمال أن ينتقل الإرهاب من المنطقة إلى أوروبا وأولان ما صدقش هذا الكلام راح باريس حصل عملية شارلي أبدو حصل عملية المطار داخل المطار الفرنسي والتدمير اللي حصل فيه العملات الإرهابية التي تمت في باريس وإلى أكرو فويف أولانو قال كنت أعتقد أنه ليس هناك علاقة بين ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا ولكن الآن أصبح هناك هذه العلاقة هل أثرت كلام دا كله في الموقف السياسي والموقف الأمني لفرنسا من مصر؟ أيوة لأن النهاردة الحاملات الطائرات اللي ادتها فرنسا لمصر دي كانت أصلا نريحة روسيا واتخدت من روسيا بتفاهم طبعا معها بين فرنسا وروسيا وأعطيت لمصر علشان تؤمن المنطقة بتاعت شرق البحر المتوسط والخيقانات السويس والبحر الأحمر وإلى آخر فده عملية من العمليات هناك مجموعة أخرى من الدول اللي فيها الجماعات الدولية للإرهاب ما زال فيها هذه الجماعات فلفي سؤال لسيادتك الإرهاب لما بينتقل إلى أوروبا زي ما حضرتك تفضلت أو لما بينتقل من سيناء إلى مواقع أخرى في مصر في بعض بيشوف ده انتصار للإرهاب وفيه بعض انتصار للإرهاب بعض بيشوفوا انتصار وبعض أكثر عمقا بيشوفوا على العكس ده تفتت وتشردم ابتدت تبقى جيوب إرهابية ابتدت تبقى عمليات بتحصل بشكل فردي ليست بالشكل المنظم اللي كانت عليه فبالعكس ده يعتبر تدهور بيفت في عضو التنظيمات الإرهابية هو العمليات النهاردة ما بقتش زي العمليات في بداية القضية الإرهابية يعني لو شفنا العمليات الإرهابية اللي تمت على مدرية أمن القاهرة لو شفنا العمليات الإرهابية اللي تمت في المنصورة لو شفنا العمليات الإرهابية اللي تمت في الأمر الصناعي في المعادي كلها برضو في مناطق متناثرة من شبعة ومعضها ولكن كانت عمليات كبيرة إلى حد ما النهاردة العمالات كلها فردية حتى عملية الكنيسة المتروسية اللي تمت دي واحد عمل واحد حط لب حوالين وسطه متفجرات دخل من البوابة دخل جوه لا أول باب على الكنيسة دخل فيه اللي هو فيه الستات هناك وفجر نفسه هي فردية صحيح يا دكتور لكن ربما مثيرة للقلق أكبر قدرة هذا الإرهاب على غسل العقول على تفرقها من مضمونها على إهمها بأنه ده في سبيل الله ووطن هذه الفكرة هو ده موطن الخطورة لا طبعا خطر طبعا في مسح دماغ لأولاء الناس بيتأخذهم مصغيرين ويتمهم بالشوارع وإلى آخره وبيروحوا معسكرات وبيتم تدربهم وإلى آخره بيعتقدوا هذا الكلام لكن من قتل نفسا بغير نفس مهم جدا لأن طبعا تقدر الإشارة لعمليات القبض اللي حصلت في الفترة الأخيرة على أعضاء بحركة حسم الإخوانية الإرهابية وقدلوا باعترافات بالتأكيد خطيرة أشاروا فيها إلى فكرة التدريب اللي تلقوا وطريقتهم في التعامل وتنظيم العمليات الإرهابية دلالة الاعترافات دي اللي بيضلوا بيها وإزاي ممكن تبقى طريق نحو تعرف على العدو بشكل أكبر الموضوع اللي سكننا بنتكلم عليه تيسيرا لمواجهته والخضاء عليه بشكل كامل أنا عايز أفصل لنقطة عشان حضرتك والإعلامين بالكامل لهم دور كبير فيها لأن أنا باعتبر أن الأمن رغم أن هناك مزارة الداخلية والقوات المسلحة ومعرفشي وإلى آخره لكن أنا باعتبر أنه الوظيفة الأولى للمواطن المصري بمعنى أن إذا المواطن المصري شاف حاجة غريبة حصلة شاف ناس سرخدوا شقة أو أجروها وينقلوا فيها حاجات غريبة شافوا حاجات بهذا الكلام لازم يبلغوا لأن مش ممكن الدولة تستطيع أن تراقب مية لمية تسعين مليون واحدة الموجودين جواها فمن هنا وظيفة المواطن المصري وذي اللي ينبه المواطن المصري بهذه الوظيفة الأهمة هو الإعلام إعلام بتاعنا يا جماعة خلي بالكم أن فيه اشتباه في أشخاص اشتباه في أبوات نسفة مزروعة يعني يكون فيه قدر من الوعي طبعا طبعا فلازم يكون هذا الوعي منتشر بين المواطنين وأنهم يبلغوا مباشرة هذا كلام الحقيقي لحد كبير موجود في سينا دلوقتي ولذلك حينما سؤل الرئيس السيسي يعني في سينا أخبارها يقل حوالي حاجة وتسعين في المئة انتهى لنا من الإرهاب ولكن ما تبقى صعوبته أنه هو زي ما قال زي ما قال زي ما قلت لحضرتك أن هناك أطراف من الخارج بتؤيد هذه العملية وهناك أيضا الجماعات الدولية الموجودة في أوروبا وموجودة خارج مصر التي تدعم هذه العمليات فكل هذا الكلام يؤدر الراحل الإرهاب عندنا هنا بقى له تلسية ونص تلسية ونص شغال تمام طبعا فطبعا ولكن هل أما ابتدى من تلسية ونص زي دلوقتي لا الحاجة التانية هل النهاردة نتيجة لأنه أن تتحول إلى العمليات الفردية التي يصحب مراقبتها بشكل كامل غير ما يكون فيه منظومة وشبكة وإلى آخره تستطيع الدولة والأمن أنه هو يرأبها ويتبحها وإلى آخره كما يكون فرد واحد جاي من منطقة خارجية ويقش يعمل عملية دي عملية بتعتمد على المواطن المصري وبصيرة المواطن المصري لازم يبلغ عن هذا الكلام خصوصا في الوقت ده وطبعا فيه إجراءات أمنية مشددة في الأيام دي خاصة للأماكن والمنشآت والمؤسسات الحيوية ودايما المشهد ده متكرر في السنوات الأخيرة بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة بيبتدي يبقى فيه حالة من التنميل من تنظيم الإخوان الإرهابي وتهديدات بتعكير الصف وما إلى ذلك والأمور الحمد لله بتعدي على خير كل سنة ده يخلينا نتكلم عن الجهد المبذول من قوات الأمن دي جزئية وجزئية تانية بعد أن انكشفت الأقنعة والمصدقية ضربت في مقتل لهذه التنظيمات الإرهابية بقيادات الإخوان بالتأكيد يعني ما بيزهقوش لا بيزهقوش دي شغلتهم وبعدين لو خرجنا من منطقة مصر ومنطقة دي كلها وشفنا داعش بيحصل فيها شفنا في سوريا بيحصل فيها تبصي تلاقي أن القوات السورية بالتعاون مع روسيا بيستطيع أن هم يخرجوا الإرهاب من حلب يروحوا دخلين في حتة تانية خارجين من حلب ودخلين في منطقة تانية داخل سوريا يبتدي قوات المسلحة والروسيا ومنعرفش مين وإلى آخر ويتعامل مع هذه المنطقة الجديدة فيسيبوها يروحوا منطقة تالتة وهكذا فإذن هم بيتنقلوا مين اللي بيمول صاحب مصلحة مين اللي بيسلح أيضا صاحب مصلحة منين بييجي السلاح وإزاي برضو كل الحاجات دي بيتراقب إلى حد كبير ولكن جزء كبير منها لا يمكن مراقباته بشكل كامل لأنه بيتم في مناطق ليس هناك فيها وسائل أمنية كافية لهذا الموضوع فالعملية يعني هي إن شاء الله بتنتهي لكن تنتهي مية المية لا نستطيع أن نجزم بهذا لأن المطلق لله سبحانه وتعالى والمشكلة في منابع التمويل اللي طبعا يعني صعبة نحن نتصورها لأن هي لا نهاية لها وفي جزء منها بشكل كبير وحركة ما نقولت جزئية مهمة جدا أن الإرهاب لا يختصر فقط في تنظيم الإخوان لأن فيه تنظيم الدولي داعش قاعدة نصرة يعني في النهاية قد تختلف المساميات والإرهاب كل دول تقسيمات من جماعة الاخوان المسلمين هي عشان تفلت من العملية المراقبة المباشرة عملت عدد كبير من التنظيمات بأسمائها مختلفة لكن واقع الأمر كلهم جماعة الإخوان المسلمين هي الأصل السؤال هل في المرحلة دي يا دكتور الأدالة الوحيدة لأيدي الإرهاب الخبيثة هل هي السلاح فقط أم أنهم بدأوا يذهبوا لأبعد من ذلك يعني بمعنى ينشروا الشائعات يشككوا في جدوى المشروعات التنموية والإجراءات اللي بتبذل للتيسير على المواطن لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب واللي احنا بنحاول دايما قيادة وشعب إن احنا نوصل لهم رسالة اعملوا اللي تعملوه هنواجهكم وفي نفس الوقت مش هنستهلك في مواجهتكم على الجانب الآخر مصر بتبني وبتعمل تدخلتي في حتة اللي احنا بنسميها هروب الجيل الرابع هروب الجيل الرابع التي تعتمد على عدة حاجات أولا الشائعات الشائعات نمرة اتنين السيطرة على الدولة من الخارج عن طريق تسير على شبكة الكغربة وشبكة المية وشبكات الطرق وإلى آخره كل هذا الكلام بيتم علشان يحصل الدربكة أو اللخبطة داخل الدولة الأمر الذي يؤدي إلى فوضى هذه الفوضى تيسر العمليات الإرهابية اللي هم بيعملوه فدي حروب احنا بنعرفنها وبنتعامل معاها ولكن الأدوات الفنية اللي بتستخدم من الخارج لا تستطيع أن تسيطري عليها 100% قطعا في حاجات تفلت منك يعني شوفيك على الفيسبوك مثلا كام واحد داخل وكام واحد بيعمل وكام واحد بيبعثها وإلى آخره فكل هذا الكلام هو اللي انت بتكلم عليه اللي هو الإشاعات هو اللخبطة لداخل الدولة هو إحداث الفوضى داخل الدولة هو إحداث عدم الثقة بين الناس بين الحكومة وبين الشعب بين الشعب وفئاته المختلفة كل هذا الكلام من الأمور التي تيسر العمليات الإرهابية التفجيرية بعد كده فكله مرتبط ببعث كله داخل ببعث بس الأسف الظروف اللي بيستغلها الإرهابيين ورقائمين على هذه التنظيمات الإرهابية لتجنيد شباب ولغسل عقلهم وسيطرة عليهم واستخدامهم كأدوات في ممارسة الإرهاب ويعني ضرب الاستقرار في الدولة المصرية هذه الظروف بتزداد صعوبة بمعنى إنه هما أكتر حاجة بتخليهم من السهل السيطرة على الشباب الظروف الاقتصادية والمعيشية بلغة الصعوبة وهيتبقى على صعوباتها وربما تزداد صعوبة والافتقار للتعليم والثقافة والوعي المطلوبين فطالما الاثنين دولة موجودين ده بيخلي التحديات أكبر والمواجهة أصعب في نفس الوقت في رأي ساتك ايه طريقة المصلة لتعامل مع المعادلة الصعبة شوفي يعني طبعا أنت كلام ده صح ولكن لو شفتي الحديث اللي عمله الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية وتجدي إنه كان ينوي أن أتحدث في الأمن وقعي لآخر لكن هم حولوا للموضوع اللي تكلم في ده فهو تحدث قال نحن ندخل في عملية اقتصاد جديد وعملية بناء جديد للاقتصاد وهذه العملية ما هيش سهلة وحتاخد جهد ووإلى آخره لأن الأساس في الاقتصاد هو توفير كل متطلبات الشباب ووإلى آخره الأمر الذي لا يعطي فرصة لجماعات أخرى أن تستحوذ على هؤلاء الشباب أو تجندهم أو تستخدمهم في أي حاجة فاتكلم في الحتة دي وتكلم على الإرهاب برضو قال إحنا جماعة على الإرهاب يعني ما سيسي الكلام على الإرهاب قال إيه قال إحنا بنحاول جهدنا لكن هم بيستطيعون أن هم يعملوا بعض حاجات تبقى مش قادرين نستنتجها في ساعة لكن بعد كده بنلحقهم ووإلى آخره وقال أن الأوضاع النهاردة أفضل كثيرا جدا من ما كانت عليهم التلسي ونص اللي ببتدت فيه العمليات دي بعمليات كبيرة جدا بهذا الشكل فكل هذا تتكلم أيضا على القطاع الخاص برضو الحيطة بتكلمي فيها أما تتكلم على القطاع الخاص وقال أن القطاع الخاص جزء من اقتصاد الدولة جزء أساسي من اقتصاد الدولة وأن الدولة تدعمه لأنه هو ده اللي حيدي أيضا فرص جديدة للشباب أتكلم في كل هذه الموضوعات وركز بقى على حتة تانية اللي أنت قلتها في الأول مجمونات سريتها وهو مجلس الدفاع طبعا طبعا نرجع لها تانية طبعا لأنها مهمة جدا إزاي ممكن تبقى نقطة انطلاق يعني مجلس الدفاع الوطني والاجتماعات اللي حصلت على مستور فيها لا لديكيش وقت إليها ولا البرنامج بتاقي عنده يعني حضرتك أنا حاولها بسرعة في وقت قصير إن شاء الله العجل الدفاع أساس العملية فيه هو امتداد عمل القوات في عصفة الحزم خلاص حقول برضو بسرعة لأن التفاصيل تأخذ وقتا طويلة لاحظي حضرتك إن من فترة حصل حاجة إن شاء ما أطلق عليه الأسطول الجنوبي لمصر تمام والأسطول الجنوبي لمصر قال إنه مسؤول عن حماية البحر الأحمر من باب المندب إلى شمال برسعيد البحر الأحمر في عدد من الدول التي لديها عدد كبير جدا من القواعد العسكرية زي جيبوتي فيها عدد كبير من القواعد العسكرية أهمهم الفرنساوي الأديمة والولايات المتحدة الجديدة ريتريا فيها برضو تركيا وإسرائيل ومجبوعة من القواعد كل هذا الكلام ولذلك اشتركنا في عصفة الحزم إضافة لأنه دعم العمليات الخليج في مقاومة ما يحدث فيه اليمن الحوثيين لكن في نفس الوقت احنا لدينا بحرية موجودة عند باب المندب وبالتالي حماية باب المندب وحماية البحر الأحمر وحماية قناة السويس وإلى آخر من هذا الكلام هو ده الأساس في هذه العملية الفكرة العامة في هذا الموضوع اللي دعمنا فيها هو حاملة الطائرات التي دفعت فيه الجنوب وأصبحت إحدى حاملتي الطائرات واحدة موجودة في البحر المتوسط واحدة موجودة في البحر الأحمر فطبعا دي حاجة من الحاجات ناخد بنا منها تفاصيل دي كبيرة جدا لكن أنا بقولها بشكل عام أنها مطرمى أن هناك أختار موجودة لأن أي أختار في البحر الأحمر أي أختار في الباب المندب بتؤثر على قناة السويس يبقى أنا عملت ازدواج لقناة السويس وعملت مناطق صناعية وعملت شرق بورسعين وعملت الكلام ده كله وبعدين أسيبه تحت رحمة أن حد يقفل الباب المندب ويقفل خناة السويس وبالتالي ده يؤثر على تطور الاقتصالي بشكل عام اللي احنا كلمنا عليه كل العمليات المشكلة كمان بقى دلوتي المخاطر المحدقة ما بقتش من حدود وحدة يعني حدود جنوبية وحدود غربية طبيعي طبيعي اللخبطة حصلة في هذه المنطقة وكل جبهة من دول احنا عندنا ثلاث تجاهات استراتيجية السي تجاهات استراتيجية شمالي شارئي اللي هو ناحية سينة وإسرائيل التجاهات استراتيجية الغربي اللي هو ناحية ليبيا التجاهات استراتيجية الجنوبي اللي هو ناحية أفريقيا فدول الثلاث التجاهات استراتيجية الرئيسية التي تعمل القوات المسلحة المصرية على حمايتهم وحماية مش بس داخل حدود وخارج الحدود في مناطق أخرى كثير والحقيقة الجميل واللافت إن لما بتتعظم المخاطر والتحديات وتتكاثر أيضا التضحيات بالأرواح بالعكس ده بيزيد الإرادة في المجابهة وفي القضاء على هذا العدو بإرهاب خصوصا إنه هو عدو من الداخل وعدو من الخارج لبس الوقت وده بيكسب الموضوع خصوصية كبيرة جيدا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ساعدة لواء دكتور أحمد عبد الحليم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية مصر شرف تناسي الله يخديك التغير سامري مع حضراتكم أنوان حوارنا لجاي المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر والمتوسطة وكثير من التطلعات وربما أيضا التحديات والتطلع لأن تكون المؤسسات العاملة لتحقيق التنمية في هذا المجال قدر هذا التحدي وتقوم بعملها المنوط بها على أرض الواقع كنوا معنا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر لها دور كبير في عصب الاقتصادات الكبيرة في العالم خاصة في الدول النامية صناعيا مثل دول شرق أسيا والتي أصبحت اليوم من أقوى اقتصاديات العالم من خلال تلك المشروعات ومن جانبه يناقش مجلس النواب مبادرة الرئيس السيسي في دعم المشروعات الصغيرة وعوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون منح الترخيص الصناعية بالاختار سيناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة لأن القانون يسر إجراءات منح ترخيص المنشآت الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسهم مشروع القانون في تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك في تنمية معدلات الإنتاج الصناعية بما سيتيح من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وأن يكون منح الترخيص بالإختار للصناعات التي لتمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمنة وسيعتبر الإختار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البطالة قضية مزمنة بالتأكيد بنتكلم فيها يعني ممكن نقول من عقود من الزمن كانت بتدرس لنا حتى في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية بالتأكيد وهي لها أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وقاسم مشترك لما بنتكلم دايما عايزين حلول غير تقليدية وعايزين تعاطي جد مع مشكلة البطالة وكتير من المشاكل اللي لها بعد اقتصادي في المقام الأكبر بتتعالى الأصوات المطالبة بأن يكون فيه دعم حقيقي ومساندة حقيقية من قبل الدولة من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وده العنوان الرئيسي لموضوعنا اللي حضرتكم حتى بعوه معنا دلوقتي وحنتكلم عن كتير الحقيقة من نقاط الانطلاق حتى نحقق الأمل في هذا المجال ونشوف الواقع ونشوف التحدي اللي بنواجهه أيضا حتى تتواجد هذه الكيانات بالفعل ويكون فيه إقبال من الشباب على الانضمام لها ويكون فيه مساندة ليه وفيه هامش للربح والخسارة أو على الأقل مساندة للشباب في المرحل الأولى من المشروعات من هذه النوعية اللي بيكونوا مقدمين عليها ودايما أيضا فيه تطلعات أن يكون فيه مساندة للمتحدثين بلسان الشعب المصري أعضاء مجلس النواب بواجهة تحية لضفتي في هذا اللقاء الأستاذة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب أهلا بحضرتكم أهلا بيك أهلا بسعار طبعا أفتكر حكم تفق معي لما بنتكلم عن المشروعات وبنتكلم عن البطالة وتوفير فرص عمل الموضوع مش بس اقتصاد يعني فيه ناس بتسيق رايتها وبتفتكر أن هي اقتصاد بس لأ دي كل حاجة دي مواطن مصري يعني إيه اللي يقدمه للدولة وإيه اللي الدولة المفروض تقدمهوله والمنظمة المعنية كمان حريك تقولي إيه في الموضوع الكبير؟ ما نبتدي الأول هو مش مجرد دور يعني احنا مش مكلم فقط على الاقتصاد احنا بنتكلم على تنمية شاملة لأن احنا دايما بنقول أن المصلس التخلف هو فقر وجهل ومرض ودائما كسر أحد الأضلاع بيؤدي لكسر الدائرة كلها أو كسر أضلاع المصلس كنا فعادة ما بنبتدي بكسر دائرة الفقر لأنها بتخلي لما يبقى فيه مشروع صغير بيدر دخل بالتالي بيقدر يعالج أولاده أو أسرته بيقدر أنه يدخلهم التعليم فبيكسر مسلس التخلف كنا وبالتالي عادة بيكون أقصر الأضلاع اللي بيعمل تنمية شاملة وسريعة هو زيادة الدخل تعالين حلل المجتمع المصري المجتمع المصري إحنا ما عندنا يشغل ثلاث مصادر يأما هنشتغل لدى القطاع الحكومي وهذه الفرص بقت محدودة للغاية وما بقتش متاحة يأما هشتغل لدى الغير يأما هشتغل أعمل مشروع صغير لنفسي يعني هذه هي ثلاث فرص المتاحة في المجتمع أو هشتغل في المجتمع المدني لا يوجد فرص أخر وبالتالي كان المشروعات الصغيرة هي أفضل الفرص المتاحة للشباب لبدء حياة كريمة ويمكن لأن عام 2016 كان عام الشباب فحرص سيادة الرئيس أنه هو والحكومة بصفة عامة أنها توفر كثير من رؤوس الأموال المتاحة للإقراض لبدء المشروعات الصغيرة لتقدر تضر دخل على الشباب وتبقى يعني بداية كويسة للشباب تعويضا لعدم موجود فرص عمل في الحكومة وببواعد إلى أول مرة بنلاقي مشروعات صغيرة بفائدة 5% فقط لغير ودي فائدة غير مسبوقة في المشروعات الصغيرة في مصر ليس في العالم الخارج ولذلك المشروعات الصغيرة بنقول أن هي حلقة التنمية الشاملة أو بداية عمل تنمية الشاملة في المجتمعات تمام إحنا الحقيقة في البعض بيقول أن في الوقت اللي بنتكلم فيه أن يكون فيه للشباب مشروعاتهم أكبر مشكلة بتواجههم مش بس أنه هما يوفروا مصادر التمويل للمشروعات دي بقادر منه هما كمان بيبقى إمكاناتهم المادية ضعيفة مش متحملة أن يكون فيه خسارة أو أن هم على الأقل ينتظروا سنة على الأقل لحد ما يبتدي المشروع اللي هما داخلين فيه يؤتي ثماره وده يتطلب أن يبقى فيه تشجيع ليهم وتحفيز ليهم أن يحسوا أن الدولة أو فيه جهة معينة مساندة ليهم على الأقل في بدايات المشروع إيه اللي في نواية الأعضاء بمجلس النواب إنه هما ينصروا الشباب في الجزئية دي وده حيبقى كمان عامل تشجيعي ليهم إنه هما ما يحكموش بشكل أو بآخر إنه هما يلتحقوا بمشروعات من النوعية دي لو كانت بالفعل متورفة يعني أنا أعتقد إن الفترة الحلاب يناقش مشروع الاستثمار مشروع الاستثمار به الكثير من الحوافز الاستثمارية اللي موجودة في هذه المشروعات تبقى للأماكن أو للنوعيات المشروعات وده أعتقد إنه ممكن هيكون العائد بتاعه كبير على الشبه ولكن إحنا ما زلنا الحقيقة بنحتاج إن إحنا ندرس زي ما حضرتك قلت بالظبط أول سنتين بيبقى ضغط كبير جدا على الشباب اللي معهوش تكاليف التشغيل لهذه الفترات لإن عادة الشباب لما بياخد قرط بيبدأ كلها بمصروفات رأس مالية هذه المصروفات رأس مالية بيبقى صعب جدا استردتها خلال هذه الفترة وفيه فترة بنقول عليها نقطة التعادل عندما تتعادل التكاليف مع الإرادات علشان أبتدي بعدها أقرب عادة دي بتبقى بحد أدنى يعني سنة ونص سنتين خلال الفترة دي إحنا محتاجين فعلا نوجه حوافز للشباب أو نوجه دعم للشباب إحنا لسه بندرس يعني لغاية دلوقتي ما فيش مقترحات ثابتة في هذا الموضوع ولكن خلينا نشوفها بعض إزاي هندرس إنها إن تكون فيه دعم للشباب لهذه الفترة لأن دي أكتر حاجة يعني فيه كثير الحقيقة من رؤوس الأموال المتاحة للمشروعات الصغيرة ولكن الشباب غير مقبل عليها بالدرجة الكبيرة خوفا من الخسارة خوفا من مصروفات التشغيل خلال الفترات الأولينية فيه خوفا كمان اسمحيلي أضفها التعويم الروتين والبيروقراطية عدو لصغر المستثمرين لكبار المستثمرين للمستثمرين في الداخل للمستثمرين العرب للمستثمرين في الخارج من أوروبا ده حقيقي المشكلة منين يا فندم؟ مشكلة من التشريعات أنا من أيام الحقيقة كنت مع مجموعة من رجال الأعمال صغار رجال الأعمال في كمعية صغار رجال الأعمال وكان الموضوع الأساسي اللي بيصار إن مجموعة من شباب رجال الأعمال بيحاربوا الفساد ومش عايزين لا يدفعوا رشوة ولا يدفعوا ولا 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 يشاركوا في أين ملقوا على الفساد ولكن التحديات كبيرة جدا التحديات اللي بوجهها كبيرة جدا لان ناس كتيرة جدا بتفتح الأدراج للأسف ناس كتيرة جدا الجمالك فيها منظومة كبيرة جدا مفيش رجل أعمال على الترابيزة لم يشكوا من الجمالك ومشاكل الجمالك وحضراتك عارفة تماما ان كثير من مدخلات المشروعات لازم بتيجي يعني أغلبها بتيجي استيراد الحاجة الثالثة غير الترخيص طبعا وغير لفة الترخيص احنا لغاية دلوقتي منفعلناش شباك الواحد يعني رب نعرف نفعله القطرة اللي جاية وقانون الاستثمار الموحد يعني على قد ما فرحنا بيجيدا بس حتى اللحظة دي هو لسا مساعد حلان بيناقش يعني هو حلان دلوقتي بيناقش في لجنة الاقتصادية وعلى وشك دخوله للقاع ان شاء الله في القريب فبالتالي يعني ده فيه خطوة عملت فيه ولكن قانون الاستثمار لوحد مشكلة بس خليني أكمل لحضرتك الأول التخوفات الأخرى فبالتالي فيبقى التخوفات من الخسارة التخوفات من تغطية المصروفات لأول سنتين بعد ما يضخوا أمواله في الأصول الرأسمالية التخوف من الرسوم البيروقراطية ورسوم الفساد اللي دي نقول عليها كده الحاجة الرابعة كمان التخوف من تعويم الجنيد دلوقتي أصبح مشكلة كبيرة جدا لإني أصبح هو مش قادر يحدد تكلفة ولا الربح التكلفة بالنسبة له سعر الدولار متغير كل يوم وبالتالي سعر مدخلات الانتاج متغيرة كل يوم وبالتالي صعب جدا أن أنا أصعر المنتج بتاعي اللي يضمن ليا حد من المكسب أو الخصار فده أعتقد أنه تحدي خمس حاجة تحدي توفر المعلومات الخاصة بالسوق يعني أنا عشان أعمل دراسة جدوة جيدة فأنا محتاجة أن أنا أحصل على معلومات كافية تؤهلني لدراسة جدوة جيدة فده برضو تخوف يعني أعتقد خلال الفترة القادمة في بعض هذه الموضوعات هيغطى بالتشريعات ولكن الأكثر منها هيغطى يمكن إحنا النهاردة كان عندنا سيادة الوزير أشرف العربي وكنا بنناقش آلية تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد فساد الإداري طبعا أطبعا وأنا أعتقد أن دي لحد كبير يعني عوائدها على الاستثمار مش بس على الدولة يعني تشجيع الاستثمار جزء كبير منه خاص في مكافحة الفساد لأن عائق كبير من دخول كثير من الاستثمار العالمي أو الشركات المتعددة الجنسيات في كل الفساد من ضمن كمان الهواجس بند إسم تسهيلات ولا تشهيلات من ضمن الهواجس الحقيقة كمان الجدلية الخاصة بالاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي فأي إطار تقرأ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهية الصغارية هو أنا عايزة أقول إن إحنا عندنا فجوة في مصر للأسف في المشروعات المتوسطة يعني إحنا هنلاقي إن أغلب التمويلات موجهة للتمويل المتناهي الصغر والتمويل الصغير ولكن التمويل المتوسط للأسف عندنا مشكلة فيه في مصر يعني بيجي عند حد معين ما يعرفش يتوسع في هذه المشروعات بقروض كبيرة القروض المتاحة للتمويلات المتوسطة بحدودة جدا طب إيه مشكلة زي تتحلل إزاي من وجهة نظر دي إحنا دايما مركزين على المتناهي الصغر والصغير ولكن تركزنا على المتناهي الصغر والصغير بيكبر أكتر القطاع الغير رسمي عشان أقدر أعمل حوافز لهذا القطاع اللي يتحول إلى قطاع رسمي فأنا محتاجة كثير من الحوافز لتحويل هذا الأقصاد غير رسمي لأقصاد رسمي لكن لما أقوله إن أنا هافرة عليك درايب وكذا وكذا ده من العكس ده نعمل أعفاء طب ما يبقى ده ده حاجة بقى مهمة جدا تسعوا ليها الفترة اللي جاية في المجلس إن يكون فيه تقنين للمشروعات دي علشان تنضم للاقتصاد الرسمي يعني هيا دي محتاجة يا فندم كثير من الإجراءات المحفزة للسوق لكن لما أقوله إنت أول ما هتدخل الاقتصاد رسمي هتخضى على الرسوم كذا وهتخضى على درايب كذا هتخضى على درايب كذا أن وجود هذا القطاع العريد إحنا عندنا أكتر من 70% من القطاع المشروعات الصغيرة والمتنهات الصغيرة موجودة في مصر موجودة في الاقتصاد الغير رسمي إزاي أقدر أحول هذا الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد رسمي دي محتاج مجموعة متصقة من الحوافز الاستثمارية لهذه المشروعات الغير رسمية عشان أقدر أحولها باقتصاد رسمي ومحتاج إجراءات أخرى أقدر لأننا أتباحي يعني مثلا التعامل بالكروت البنكية بدلا من أو الحسابات البنكية بدلا من الكاش يعني أنا أعتقد أن الدولة بتصرف الكثير والكثير في طباعة البنك نوت بصفة مستمرة يعني أنا كل من بسحب دلوقتي ورق بنك نوت من أي مكانة اي تي ام بلاقي الورق بلاحظة الورق جديد هذه محتاجة بقا قاعدة بيانات شاملة محتاجة أن يكون في مدى تشجية بقا أنا يبقى عندي مثلا أن أنا أبتدي أحد من تعامل الكاش في التعامل في بعض السلع بالتعامل بنك نوت هتلاقي أن كثير منهم بيتحول لقطاع إحنا المشكلة كمان لسه لحد اللحظة دي رغم أن طبعا في طفرة حصلت في التعامل الإلكتروني لما بتيجي الأمور لتعاملات مالية لسه في أزمة ثقة في التعامل الإلكتروني أنا مش شايفة الحقيقة أزمة الثقة ولكن تاني على قدر مهاطي محفزات استثمارية ويتحول هذا من قطاع رسمي على قد ما أنا هقدر أن أكسب مكاسب جديدة للدولة يعني أنا رأيي 70% بدل ما أخذ 10% ضريبة سنوية أن لو أخذت 1% على 70% أنا كسبان يعني أنا بالنسبة لي أعمل لهم تخفيض ضريبي أو إعفاء ضريبي لفترة من الزمن إلى أن يقدر أن هو يقف على الرجليه ويدي له مزايا أنه كل ما هتوظف لس أكتر كل ما هتتحول لإقتصاد رسمي هتأخذ مزايا أكتر من الدولة بإعفاءات على الاستيراد بتشجيع للصدراء يعني هعمل له مجموعة حافظ استثمارية هل الأجهزة المعانية بتامية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقوم بعملها ولا حضرتك ممكن تكون يعني أول بعض بيشوفها أن هي يعني نمطية أو روتينية بشكل أكبر ما بتقدمش الخدمات اللي المفروض تقدمها والمشكلة من الكيانات دي إن إحنا عايزين نغيرها والإحنا عايزينها تكون موجودة بس تتعامل بإطار منظومية يعني ما تبقاش كل جهة بتشتعل على حيدا يبقى فيه تواصل وتنسيق بينها وبين بعضا يعني إحنا بنقول إن إحنا بنونادي يعني كان طلع من فترة سابقة إن سيقوم إن فيه حاجة اسمها جهاز تلميت المشروعات الصغيرة سيقوم بإنشاء الحكومة لفترة القادمة ويمكن شوية اختلط علينا الفهم ده هيكون بديل للسندوق ولهيبقى فوق السندوق ولهيبقى راحت السندوق ولهيبقى بالزبط يعني لغاية دلوقتي ملامح هذا المشروع غير واضحة يعني ولم يتم تناولها ولكن على الأقل إحنا بنؤكد إن إحنا نحتاج لآلية تنسيق بين الكائنات العاملة في المشروعات الصغيرة إنت هتلاقي فيه جمعيات أهلية بتشتغل في هذا الموضوع فيه اتحاد المشروعات الصغيرة أهلية تنسيق على مستوى صغير فيه شركات بتعمل في الأقراض فيه بنوك بتعمل في الأقراض فيه كائنات كثيرة جدا بتعمل فيه حارفت قولي الإقراض بتعمل في إيه؟ ما سمعتش الكلمة حارفت قولي فيه شركات بتعمل في إيه؟ آه فيه شركات بتشتغل بس على إقراض مشروعات صغيرة آه تمام زي ريفي وزي وزي فبالتالي فيه أكتر من شكل بيعمل على هذه المشروعات وفيه المبادرات حركت تكلمي الحقيقة عن الترخيص وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة مصناعة جاهز بترخيصه منتصف الشهر الماضي وبالفعل تم طرح مجامع صناعي بمدينة السادات على الشباب لعمل تقريباً 300 مصناعة في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرة حضرتك إيه المبادرة دي؟ لأن البعض بيشوفها فيه أرأة مختلفة فيه حد بيشوف إن دي بالعكس دي فاكر غير تقليدي وبننا بنكلم عن سندق يعني ده التفكير خارج الصندوق المفروض يكون وفيه ناس تانية بتشوف لأ إن هي برضو فشلت في الوصول إلى صغر المستثمرين وبالتالي يعني ليست يعني لا يعول عليها بالشكل الماضي يعني إحنا خلينا ناخد الجانب المضيء من المبادرة الجانب المضيء من المبادرة هو بيقطع علي شوط كبير جداً في جانب الترخيص وجانب التعرض لأن أنا ألف على عدد الهيئات المهول اللي نلف عليها عشاناً خلص الترخيص فإنه يديني مكان بترخيصه ده شيء رائع خليني أرجع برضو لحضرتك بس عشان نساكمل النقطة السابقة لأنها نقطة مهمة جداً إحنا محتاجين آلية تنصيق هذه الآلية بتنصق أضمنا أن فيه تغطية للمشاريعات متنهية الصغر المشاريعات صغيرة ومشاريعات متوسطة من حيث حجم القروض بتنصق جغرافياً ما بين الأماكن المتعددة أن يتم تغطية أماكن الجمهورية كلها يوجد فيها آلية لوصول الشباب إلى الأقراض المناسب لهم فيه آلية أن السيدة أن فيه تمكين للسيدة من الحصول على هذه القروض مثلها مثل الرجل لأن كثير من القروض بيحتاج لضمانات بتبقى غير متوفرة عند السيدة أنها تقدمها وأنها تتمتع بهذه القروض وأحياناً بيبقى فيه شروط للشخصية الاعتبارية أحياناً السيدة بتتعصر فيه أن يكون لها شخصية الاعتبارية في المشاريع الحاجة الثالثة كمان مش بس آلية تنصيق كحجم قروض ولا كأماكن جغرافية ولكن كسلكس القيمة إزاي أن أنا أبتدي أنصق أني أستخدم الميزات التنفسية أو أعظم من الميزات التنفسية لكل محافظة طبعاً ويبقى عندي كل مشروع أضمن وجود الصناعات المغزية والصناعات المكملة فبالتالي يبقى عندي سلسلة القيمة اللي تعظم من هذا المشروع والمشروعات بتشغل بعض بطريقة تكاملية وبالتالي نبقى كلنا بنشغل بعض فنضمن أنه ما فيش مصنع والحقيقة إحنا دائماً بنأكد أستاذ زمنال أن لازم الدولة أو الحكومة تقدم ضمانات للشباب لازم الجهات المقتدرة يعني لازم رجال أعمال يقوم بدورهم منظمات المجتمع المدنية يتقوم بدورها حتى يطمئن الشباب نوعاً ما أنهما يقدموا على المخاطرة بس يبقوا حاسين أنه في بعض التطمينات اللي تخليهم يعني إيه زي ما بنقول إيه في الخطوات الأولى يعني من حياتهم العملية ما يتعرضوش للتحطم تماماً لكن في نفس الوقت الشباب نفسه المفروض يكون عنده مثابرة أكتر مفروض يكون عنده الحيوية وروح المغمرة وده ما ينفيش طبعاً أنه لازم يكون فيه حد أدنى من التطمين والتأمين له وهو في سبيله لمشروع جديد خاصة لما تكون مشروعات صغيرة ومتنهية الصغر ولنحوة ناخد كنموذج اللي تكلمنا عنه المجامعة الصناعية مدينة السادات وفرص عمل في 296 مصنع للشباب يعني إيه اللي يضمن أن يكون هليني أقول لك تكون المبادرة جيدة جداً والتعاطي من قبل الشباب يكون بنفس هذا القدر من الحماس والجود هو الحقيقة الشباب مش محتاج فقط الخدمات المالية ولكن بالأقصر هو محتاج الخدمات الغير مالية محتاج أن يلاقي حد بيرشده على من أين يأتي بأفضل الأسعار للمدخلات المشروعات إزاي حد يدعمه في دراسة جدوى تفصيلية قبل البدء في المشروع إزاي يدعمه في آلية تسويق وآلية إقامة معارض وتوصيله بأسواق الخارجية وتصدير إزاي يدعمه في تدريب العاملين وتوصيل الراغبين في العمل بأصحاب العمل على فكرة كلام حردك مش بعيد برضو عن دور لرجال الأعمال الكبار إحنا مش بنقول بس إن هم يدوا دعم مادي يدوا خلاصة خبرتهم يدوا نصايحهم من خلال المشكلات اللي بتقابل الشباب إبقى في همزة واصلة بين صغار المستثمرين وكبار المستثمرين حردك شوفي ده حاصل في المشهد الاقتصادي دلوقتي أنا أشكر مثلاً إن في مقهر واد الأعمال اللي بتعمله جريدة سواحل الجزيرة طول كل شهر بتجيب رجل أعمال كبير يحكي عن خبراته في أكتر من صالون ثقافي على أكتر من مستوى في المجتمع المدني بينقل خبرات وعلى فكرة كل رجال المستثمرين الكبار لما بيتكلموا بفتحين الأباب تماماً للشباب الجدين الذين لديهم ثقافة الكفاح لأن الحقيقة المكسب مش سهل وبداية المشروعات دايماً أصعب مرحلة هي مرحلة البداية يعني دائماً البداية بتكون بطيئة طبعاً وعلى فكرة مدينة السادات على سبيل المثال للحصر يعني بيتقال إن فيه الحقيقة مناطق تانية في إطار المبادرة دي حيتم ترحاها في مدينة بادرة بالقاهرة والرسوة بورسعيد ولازم طبعاً يبقى فيه كمان نصيب الأهالي السعيد يعني يبتدي يفسح المجال بشكل أكبر أخذ تعقيب أخير في جملة أنا جاي النهاردة يعني إحنا المجلس النهاردة مخلصين الجلسة سعاشة ونص مساء وكان آخر جزء في الجلسة الموافقة على قرض البنك الدولي المقدم لمحافظة سوهاج وإنا وجزء كبير من المخصص المشروعات الصغيرة يمكن إحنا عندنا في سوهاج بصفة نائبة عن محافظة سوهاج إحنا عندنا بنعمل مدينة صناعية للأساس إحنا عندنا حوالي 500 صاحب ورشة نجارة بنعمل في مدينة تحت مدينة صناعية للأساس موازية عندنا كمان أول مشروع عاملينه مجموعة من الشباب لإعادة تدوير مخلفات شجر الموز وتحويلها الخشب بيترسم عليه قيمة كمان وبيتصدر دلوقتي فالحقيقة فيه مبادرات الحقيقة الشباب بيعملها وبينجح يعني الشباب لما بيصق في نفسه ويدرس الموضوع كويس ويبقى عنده ثقة كبيرة بالله ويبقى عنده مسابرة ومخاطرة محسوبة بالتأكيد هيوصل لمكسب يعني لا جدل لا جدل وحتى لو فشل في أول طريق عادة الفشل هو أول طريق النجاح لكن عمر الفشل ما بيبقى في الآخر بالعكس هو لو نجح في أول خطوة صدفة هو مش بيعرف هو نجح ليه ده اللي احنا بنقوله المثابرة حتى لو اتعصرت أقوم وقف من جديد وواجه المشكلات لكن طبعا ده ما يمنعش أنه لازم يكون فيه مساندة من الجهات المعانية في بسم الدولة المفروض احنا جمان نخف من العاب على كهل الدولة فيه جهات تانية كبيرة وكتيرة المفروض أن هي تقدم الدعم الواجب أنا بشكر حريه شكرا جزيلا نائبة الأستاذة منايل ماهر الجميل عضو مجلس المهم جزيلا شكرا شرفتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا أشكركم شديد الكرام ختم لقاءنا من حضرككم النهارده في ميناء القاهرة لقاءات متكررة معكم على شاشة أني الأخبار تابعونا دوما حتى نلتقي أترككم في رعاياتنا تصبحوا لألقاء اشتركوا في القناة